السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا ان شاء الله باخر والاخر بما اننا اقرب التشجيل في تكوينات المهنية هنا باسبانيا او la formaciones profesionales كنهدي لكم هالفيديو هذا اللي غادي يكون فيه شرح دي الجميع انواع التكوينات والمدة ديال كل تكوين وشروط الالتحاق والشهادة الممنوحة ومن بعد غادي نحاولوا اننا نشوفوا التخصصات المطلوبة في سوق العمل باسبانيا باش نعاونك تقرر التخصص المناسب قبل من دول فيديو وكنتمنى انك ما تنساش الضغط على زر لايك واشتراك مع تفعيل جرس للقناة واشيصل لك الجديد تكمل المهني هو مسلك دراسي عنده وزن كبير في سوق العمل باسبانيا ولهذا السبب كيتوجهولو مجموعة من الطلبات خصوصا المهاجرين اللي باغيين يخدموا بسرعة كين تلاتة ديال انواع ديال تكوينات المهنية باسبانيا كيختلفوا طبعا من حيث المستوى ديالهم وكيختلفوا كذلك من حيث الشروط ومن حيث الشهادة الممنوحة في كل تكوين مهني اولا تكوين المهني الاساسي اولى بالاسبانيا فورمسيون بروفيسيونال باسيكا وهو مخصص للاشخاص اللي مكملوش التعليم الاعدادي وهالتكوين هذا جزء من التعليم الالزامي والمجاني المدة دياله سنتين وبالضبط الفين ساعة شروط الالتحاق بهذا التكوين هذا هو انك تكون كملتي الدورة الاولى بالسلك الاعدادي اولى الاسو بالاسبانية العمر ديالك ما بين 15 سنة و 17 سنة والشهادة اللي كتمنح لك او اللي كتعطع لك في هذا التكوين هذا هي شهادة تقني مهني اساسي في التخصص اللي قمتي بالاختيار دياله مثلا الى عملتي الاعلاميات فكتدخل بالشهادة ديالتقني مهني اساسي في الاعلاميات تاني مستوى ديالتكوينة مهنية باسبانيا هو التكوين المهني المتوسط كي اهل لك هذا التكوين هذا الى اكتساب مهارات وخبرة سطحية حول التخصص اللي اخترته والمدة دياله بين 1200 و 2000 ساعة مقسمة الى سنتين ضمن هاد المدة هدي كينا فترة اللي هي خاصة بالممارسة التطبيقية بالنسبة لشروط الالتحاق تكون كملتي السلك الاعدادي او تكون عندك شهادة ديالتكوين المهني الاساسي اللي هدرنا عليه سابقا وإلا ما كان عندك حتشي واحدة من هاد الجوش اه ضروري كتقوز امتيحان ديالولوج برويبا دي اكسيسو باش كي يقبلك في هاد تكوين هذا بالنسبة للسن فابتداء من 17 سنة بالنسبة للشهادة الممنوحة هي شهادة تقني في التخصص اللي قمتي بالدراسة ديالو في هاد التكوين هذا ثالث تكوين وهو الاكتر مستوى طبعا والاكتر قيمة والشهادة ديالو اكتر قيمة من التكوينات اللي سبق واذكرتم هو التكوين المهني العالي وهو التكوين هذا كي يخلك انك تتعمق اكتر في التخصص اللي اخترته المدة ديالو اكتر من الفين ساعة كتتقسم في سنتين وكذلك كين الممارسة التطبيقية اللي كتاخد 15% من هاد الساعات هادو بالنسبة للشروط الالتحاق فلازم تكون عندك شهادة البكالوريا او شهادة التكوين المهني المتوسط او لا اذا ما كانت عندك حتشي شهادة من هاد الجوش فانك اضطر دوز امتحان ديالولوش والسن ديالك يكون فاية 19 سنة الشهادة الممنوحة في هذا التكوين هذا هي شهادة تقني متخصص او تقني عالي المستوى حسب المعطيات لقدما مرصد المهن التابع لخدمة التوظيف العامة للحكومة سنة 2021 كي تبين ان التخصصات التالية هي اكتر تخصصات تم تعاقد مع اصحابها في هذه السنة المرتبة الاولى تدبير الاداري هاد سنة هدي تم تعاقد مع 160806 شخص اللي مخرجين من هاد تخصص هذا مرتبة تانية هي مهنة التمريد او التخصص التمريد عموما المهام المرتبطة بشعبة الصحة مطلوبة بزاف اسبانيا خصوصا من مرة جائحة كورونا فإسبانيا والعالم فقدوا مجموعة كبيرة من الأطباء ومن الممردين موظفين صفة عامة في المجال الصحي وحسب الإحصائيات ديال هاد سنة فقد تم تعاقد مع 15474 شخص في هذا الدومين هذا شعب التعليم الأولي أو التخصص تعليم الأولي كيتعتبرها التخصص من أهم التخصصات لك دعمل على تطوير المجتمع وبالتالي كيتشجل عدد كبير من العقود سنويا فإذا كنت يعجبك التعامل أو العمل مع الأطفال ما بين 0 و 6 سنوات غاد يكون هذا أحسن اختيار لك رابعا تركيبات الكهربائية والآلية فهد سنة هدي تم تعاقد مع 41442 شخص خامسا تخصص الاندماج الاجتماعي أو مساعد اجتماعي فقد تم تعاقد مع هاد سنة هدي مع 25351 شخص سادي سنة تربية وأنشطة الرياضة الاجتماعية تم تعاقد هذه السنة مع 17487 شخص سابعا إدارة الأنظمة المعلوماتية فكان وجدو هاد سنة هدي 15995 من العقود التي تم تجيلها في إسبانيا ثامنا الأنظمة الإلكترونية والآلية 13650 لعقود العمل تنسي عن تطوير تطبيقات 13520 عقد ديال العمل في إسبانيا هاد سنة بصفة عامة وكيف ما شفنا أن أهم تخصصات لك تعرف عدد كبير من تعاقدات ديال العمل هاد سنة مرتبطة بالمجال ديال الإدارة والتدبير والصحة والخدمات الاجتماعية والتقافية وكذلك نلاحظ أن التقدم التكنولوجي اللي يرجع داخل في كل مجالات كيجعل أن الدورات المهنية المرتبطة بمجال المعلوميات والتكنولوجيا أيضا من التخصصات المطلوبة كل سنة أكتر فأكتر قبل ما نختم هذا الفيديو بغيت نوري لكم هاد الأبليكاسيون هادي بالنسبة للناس مادريد غادي خليلكم الرابط دياله في صندوق الوصف ديال الفيديو في التعليق الأول هنا كنعملو الشعبة اللي بغيين عبر التخصص اللي بغيين مثلا أستيلاريا وهنا كتختار التكوين اللي بغيتي لحسب المستوى الدراسي ديالك مثلا غادي نختار السوبريور هنا كدختار كيفاش بغيتي التكوين المهني يكون واش عن بعد ولا يعني يكون 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 حضوري وواش يكون مزدواج مهم كدختار اللي بغيتي مثلا حضوري بلسانسيال كدختار التوقيت كيفاش بغيته يكون واش في النهار واش في الليب وكا نعمل بوسكر هناك يخرجوا لي التخصصات اللي كينين في هذا الدومين هذا أو لا يعني دورات تكوينية اللي كينين في هذا التخصص كدختار تخصص اللي بغيتي فيهم مثلا ديريكسيون ديكوسينا هناك يتولك المدرسة كاملة اللي كينة في مادريد اللي فيها هاد الشوبة هادي او لا هاد تكوين هذا كدخت لك كل مدرسة اللي بغيتيالة وكتشوف طبعا اللي قريبة للك كدخت لك المدارس العمومية والمدارس ايضا الخصوصية مثلا هادي كدخت من البر سنترو ها هي كدخت لك واش مدرسة عمومية هادي مدرسة عمومية بوبليكة كدخت لك هنا هي الاقام تليفون الديالوم والعنوان سافي لكنت مهتم مثلا بهذا التخصص هذا وجدتك هاد المدرسة هادي مزيانة وقريبة فكدخل تفتش على الموقع دياله تضغط على هاد فليتش هادي اللي هنا هاد ايكيس وكتكي على هاد الكورة الارضية باش تخلنا الموقع في الموقع ديال المدرسة طبعا كدخت تشوف هميع المعلومات حاول تسجيل فوقش غادي يبدأ وشنو الوثائق اللي تخصك دي باش تتشجل شكرا للمشاهدة للفيديو الى عجبك ما تنساش الضغط على زر لايك واشتراك مع تفعيل الجرس باش يفصل لك لجهة ديالي وتشارك الفيديو مع الأهل والأصدقاء ديالك شكرا للمشاهدة